تحياتي متابعيني الكرام منافسة كبيرة رحيشة مركز حراسة المرمى في منتخب سوريا بعد قدوم بشكل رسمي اليوم الحارس استيبان جليل لمنتخب سوريا طبعا استيبان جليل بيلعب بفريق كيلمس الأرجنتيني صاحب المركز الثاني في الدورة الأرجنتينية درجة الأولى وطبعا فرصة كيلمس بالصعود للدورة الممتازة كبيرة عموما ان طلع كيلمس ولا ما طلع فينا نقول انه استيبان جليل ما حيضل في فريق كيلمس لانه عنده عروض كثير قوية عروض من أندية أوروبية ايضا وعروض من أندية أرجنتينية محلية طبعا استيبان جليل حارس متمكن حارس كثير منيح حاليا من أصل 15 مباراة بالدورة الأرجنتينية تلقت شباكه 8 هداف فقط وطلع بـ 8 clean sheet يعني 8 شباك نظيفة من أصل 15 مباراة وطلع هو رجل مباراة ككل 5 مرات ودائما يكون هو رجل مباراة عن طريق فريقه يعني طبعا حارس متمكن حارس إحصاياته كثير منيحة شفنا العلامة الأرجنتينية انبهر بقصة لما سمع قدومه لمنتخب سوريا استقالوا انت ممكن يكون في عندك فرصة إذا طلعت تلعب الدورة الأرجنتين أو إذا احترفت أنه في أوروبا تلعب مع منتخب الأرجنتين فقالهم أنه أنا صعب ألعب مع منتخب الأرجنتين فيه حراس أفضل مني أنا حلمي حاليا صار في عندي حلم أنه ألعب مع منتخب سوريا منتخب أجدادي وأنا بفتخر أنه أمثل منتخب سوريا نحن بحاجة هيك نعوية من اللاعبين اللي تتمنى تلعب مع منتخب سوريا اللي عنده شغف أنه تلعب مع منتخب سوريا طبعا هذا تصريح موجود وكل الناس شاهدوه كلمس نادي كتير منيح عبيقدم مستويات كتير حلوة بالدورة الدرجة الأولى نادي له شعبية بالأرجنتين والحارس استيربان جليل حارس متمكن حارس متميز أرقامه جدا مخيفة في الدورة الدرجة الأولى حارس دائما يطلع هو البطل مباراة دائما هو عبيطل رجل مباراة دائما هو عبيكون متفوق وعبي نقص فريقه حتى لما بيكون فايز نقص فريقه من التعادل أو من الخسارة أو حتى إذا كلمس عبيتعرض للخسارة أيضا عبيكون استيربان جليل هو رجل فريقه أنه عبي نقص مرمى فريقه من أهداف محققة طبعا أنا ليش سميت هذا الفيديو أنه حيكون في عنا منافسة كتير كبيرة على مركز حراسة المرمى في منتخب سوريا مثل ما بتعرفه مؤخرا نضم أيضا للمنتخب الحارس الياس هدايا أيضا يلعب الدوري للسويدي الدرجة الأولى حارس أيضا متمكن حارس أرقامه كمان حلوة حاليا من أصل 8 مباراة طلع بـ 3 كلينشيت كمان حارس كتير منيح إذا بدنا نصنفهم حاليا بهذا المستوى اللي عبيمروا فيه أنا بشوف استيربان جليل هو رقم واحد حاليا بمنتخب سوريا وبعدين إلياس هدايا وبعدين أحمد مدنية لأنه بكل صراحة أحمد مدنية بالفترة الأخيرة ما بيلعب مع فريق الفيصل الأردني أحمد مدنية أخطأ العنوان لما فضل الانتقال إلى فيصل الأردني فيصل الأردني يضم حارسين ومتخب الأردن وشفنا مدرب حراس فيصل الأردني شو صرح مؤخرا أنه أنا صحيح عندي أحمد مدنية وحارس منيح ومتميز ولكن اللي بيلعب أساسي هو الحارس الأفضل والأجهز نتبه على كلمة أجهز بين قوسين يعني هو يعلم عدم مشاركة أحمد مدنية أنه الحارس ما هو جاهز فأكيد نحن نتمنى نشوف بمنتخب سوريا بالمباراة المفصلية أمام كوريا الشمالية الحارس الأجهز بالأرقام والأحصائية إذا فينا نرتبهم استيمان جليل هو الأول اللياس هدايا الثاني أحمد مدنية الثالث طبعا كلنا نحبه للكابتن أحمد مدنية ومنعزه وهو عدمنا بطولة كتير كبيرة بكأس آسيا ولكن لكل زمن رجاله يعني حاليا الكابتن أحمد مدنية لا يقدم مستويد منيح لأنه لا يلعب أساسا مع الفصل الأردني يعني فما بالك أنه أنت اليوم تروح تلعبه بمباراة مفصلية ضد كوريا الشمالية أو مباراة مفصلية ضد اليابان فنحن بحاجة الحارس الأجهز وطبعا منطقيا الحارس الأجهز هو استيمان جليل بالرقم واحد وبعدين إلياس هدايا بالأرقام مثل ما حكينا إلياس هدايا صاحب المركز الثالث بالدوري السويدي درجة الأولى وعنده كثير كمان فرصة كبيرة أنه تأهل الدوري السويدي درجة الممتاز إذا بنا نحكي عن استيمان جليل ما حكينا عنه ما رحنا في حقه وعلى فكرة استيمان جليل حاليا يلعب مباراة وفريم تقدم 1-0 بالجولة 17 من دوري الأرجنتيني درجة الأولى فرصة كثير كبيرة لستيمان جليل أنه يطلع يحترف في أوروبا أو يحترف مع عندي الدوري الممتاز في الأرجنتين لأنه أرقام الحارس بتخوله أنه يطلع ويلعب ويحترف بأندي كثير منيحة حارس يكون هو دائما رجل المباراة حارس ينقذ فريقه من أهداف محققة إذا بدنا نشوف أحصائياته دائما هو يكون أحصائياته بكل مباراة 7.5 يعني هذا الرقم بالنسبة لحارس رقم كثير منيح فللأمان نحن كثير محظوظين بقدوم هذا الحارس إن الشغل عليه كثير منيح والأهم أنه هو اللاعب هو الحارس عنده الشغف أنه يلعب مع منتخب سوريا وأنه نحن بحاجة اللاعب اللي هو يرغب يلعب معنا لأنه أكيد هو رح يقدم مستويات كثير كبيرة منافسة كثير كبيرة رح نشاهدها بمنتخب سوريا على مركز حراسة المرمى يمكن من زمان كثير كثير ما شفنا هيك منافسة رح تشاهد منتخب سوريا بهذا المركز يعني نحن تعودنا بالسنوات الأخيرة الكابتن برايم عالمي كان مستلم مركز حراسة المرمى حتى أحمد مدنية ما أخذ فرصته لبعض سنوات كثير كبيرة فلا هيك بالنافذ القادمة بالقائمة القادمة رح نشوف فيه متواجد معنا ثلاث حراس فقط ما حيكونوا أربعة ما حيكونوا خمسة لأنه رح نشوف أحمد مدنية بالقائمة رح نشوف إلياس هدا بالقائمة ورح نشوف استيبان جليل بالقائمة ورح نشوف برا القائمة الكابتن ابراهيم عالمي والكابتن طاها موسى طبعا نحن نتملال لكل التوفي ولكن حاليا نحن بفترة كثير حساسة ونحن بفترة تغيير جلد المنتخب ونشوف أسماء كثير جديدة بالمنتخب ونحن بحاجة اللاعب الأجهز إن كان مهاجم أو حارس أو دفاع أو وسط أو بأي مركز كان طبعا من التوفي لمنتخبنا الوطني ضد كوريا الشمالية بتاريخ 6-6 ومن بعد مع منتخب اليابان مباراة كوريا ما حتكون سهلة نهائيا حتكون مباراة صعبة بالأخص أنه حتكون في بلد كثير بعيد عننا بلاوس يعني أقل اللاعب اللي بدأ يجي من أمريكا الجنوبية بضي يقطع مشوار 33-30 ساعة حتى يوصل للاوس طبعا أحد الأشخاص يقول لي كيف تتمنى أنه ستيبان جليل يبدأ أساسي وهو أول مباراة بدا يلعب مع المنتخب صديقي أنت ما تتحدث عن مركز حراسة المرمى مركز حراسة المرمى يختلف كليا عن بائي المراكز يعني اليوم أنت مبدأ تجانس مبدأ أنت اللاعب يتفاهم مع لعب مركز حراسة المرمى أو وظائف حارس المرمى معروفة إن كان نصلى بلعب خمس سنين أو عشر سن أو أي مباراة حارس المرمى يوقف بين العرضة يوقف ما يعمل ما يبدأ يتفاهم لا مع وسط ولا مع هجم ولا مع أي لاعب يكون حارس المرمى مهامه معروفة ومعروف هو شو بدي يساوي فكتير ضروري أنه نبدأ بستيبن جليل لأنه حارس هو رح يجينا أوريدي جاهز رح يجينا هو بمستوى كتير عالي الليفل طبعه كتير عالي رح يكون مختلف كلين عن أنه إذا بدأنا بأحمد مدني لأنه مثل ما حكينا اللاعب مع بشارك مع فريقه بالدوري الأردني وطبعا نحن نتمنى التوفيل للمنتخب الوطني ونتمنى التوفيل لكافة اللاعبين والأهم هو نشوف منتخب سوريا بكأس العالم تحياتي